هو في نظرها مدافع عن الاسلام شهيدٌ في سبيل الله نحن لا نتحدث عن بطلٍ تاريخيٍ او زعيمٍ خلد اسمه التاريخ بل عن احد اخطر المدانين بالارهاب على مستوى العالم قاسم سليماني شهيدٌ ومجاهدٌ في حلقة الجزيرة بودكاست قاعٌ جديدٌ لقناة الفتنة القطرية عصيفة غضبٍ اشعلها رواد موقع تويتر في وجه قناة الجزيرة بعد استفزازها للملايين من العالم العربي ببثها حلقةً من برنامج بودكاست تمجد فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني المصنف ارهابياً لتضطر في النهاية الى حذف التغريدة الخاصة بالحلقة دون ان تحذف الحلقة ذاتها ولكن هل غاب عن الجزيرة يا ترى ما فعله سليماني في المنطقة ماذا عن سوريا التي غرقت في بحرٍ من الدماء على يد ميليشياتٍ تابعةٍ للحرس الثوري الايراني او العراق الذي تحول الى بلدٍ تحكمه ادوات ايران من الاحزاب الفاسدة ام لبنان الرازح تحت نير ميليشيا حزب الله الارهابية ما فعلته الجزيرة ليس مستغرباً على قناةٍ اخذت على عاتقها تلميع صورة الارهابيين من قبل بل هو موقفٌ متناغمٌ مع النظام القطري الذي سارع رأسه تميم بن حمد الى زيارة طهران بعد اسبوعٍ من مقتل سليماني بغارةٍ جويةٍ امريكيةٍ في بغداد وهو ما يؤكد تماهي قطر مع المشروع الايراني في المنطقة سياسياً واعلامياً